تواصلت لليوم السلسي على التولي أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي التي تصدفها مصر برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة عضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين وقالت مصدر ليبيا إن اجتماعات المسار الدستوري تتواصل وسط أجواء تتسم بالإيجابية وحرص من المشاركين على التشاور لضمان إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبرات وذكرت المصدر الليبية أن اجتماعات المسار الدستوري تطرقت لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستوري والتشرعي للانتخابات الوطنية بليبيا